سنتوجه إلى واشنطن ومراسلنا هناك عبد الرحمن البريسي عبد الرحمن أسألك عن آخر التصريحات والمواقف الأمريكية بخصوص ما يحدث الآن في لبنان وبالتحديد ما تقوله واشنطن من تنسيق وإطلاع إسرائيلي لواشنطن على تفاصيل عمليتها وأهداف عمليتها في جنوب لبنان نعم بدر البيت الأبيض والبينتاجون كلاهما أعرب عن تضامن هنا تضامنهما الكامل مع إسرائيل في هذه العملية البرية وفي أكثر من بيان منذ ليلة أمس من البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا أهمية هذه العملية البرية للحد من قوة حزب الله حتى وإن لم يكن هناك أي نوع من خطة لهذه الهجوم البري أو لهذا الهجوم البري أكسيوس قبل قليل ذكرت بأن هناك مسؤولين أمريكيين أعرب أو أدرك من البيت الأبيض ومن وزارة الدفاع الأمريكية بأن الضغط الأمريكي لن يكترث له الإسرائيليون ولذلك سيتقدمون في هذه الضربة والجديد بالذكر بدر أن الإدارة الأمريكية والمسؤولون الأمريكيون يدركون جيدا أن قولة أنها عملية برية محدودة هي عبارة عن تصريحات ليس لها أي أساس استراتيجي خاصة أن تلك التصريحات كانت تقال من الإسرائيليين في غزو إسرائيل والهجوم الإسرائيلي على لبنان في عام 1982 وأيضا في عام 2006 الآن الإدارة الأمريكية تقف بجانب إسرائيل ليس فقط على الاستخبارات وأيضا تشارك المعلومات والاستراتيجيات العسكرية وإنما أيضا بإرسال قوات إضافية أمريكية كما نعلم منذ يومين البينتاجون أعلن بإرسال عدة آلاف جنود أمريكيين إلى الشرق الأوسط تحسبا لأي رد فعل إيراني غير محسوب من الإدارة الأمريكية يوم أمس الاتصال بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون والنظيره الإسرائيلي يواف جالانت أعرب فيه أوستون ليواف جالانت أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة وعلى كافة الاستعداد لصد أي محاولة متهورة كما سماها من إيران وأعرب أوستون لجالانت في هذه المكالمة الهاتفية بأن إيران تدرك جيدا أن النتيجة ستكون سيئة للغاية إن هاجمت أو حاولت في التفكير في الهجوم على إسرائيل ولكن المحللون السياسيون هنا في الولايات المتحدة يقولون إن إيران استثمرت كثيرا جدا في هذه القوات ومع قوات حزب الله ولذلك ربما تنفلت الأمور وتحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه الآن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها أحاديث وتكرار لهذه التصريحات وسنسمع هذه التصريحات اليوم وغدا بأننا ربما نقف بجانب إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونقف بجانب إسرائيل في هذه العملية البرية تجاه عناصر حزب الله ويسمونها أنها تجاه عناصر حزب الله وليس في القالب اللبناني من الداخل وفي نفس الوقت نحن نطالب أن الدبلوماسية هي الحل وربما الحل الأمثل لعودة النازحين إلى منازلهم من الشمال للشمال الإسرائيلي أو الجنوب اللبناني هو الحل الدبلوماسي ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت إسرائيل الضوء الأخضر أو لم تعطيها الضوء الأخضر كاملا إسرائيل ستستمر في ما تنوي أن تفعله وفي نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد أي شيء باستطاعتها الآن أن توقف إسرائيل عن هذه النية ولذلك ستظهر في العلن بأنها تقف مع إسرائيل وهي تخاف ولديها مخاوف كبيرة جدا على العناصر الأمريكية والأفراد الأمريكيين والقوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط ولذلك تعمل على سياسة الرضع بتعزيز قواتها في منطقة الشرق الأوسط حتى يكون ذلك بمثابة الرضع لأي قوات موالية ليس فقط من إيران وهي المشكلة الكبرى التي ستواجهها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الضربات الصاروخية المتكدرة من الحوثيين أو القوات الموالية لحزب الله من العراق ومن سوريا شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل تلفزيون العربية